موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في حديث العاشرة تستمر الميليشيات الحوثية في انتهاكاتها بحق الشعب اليمني وتحشيدها لقتال اليمنيين في اكثر من مكان وتستمر الميليشيا الحوثية في تهديداتها للملاحة البحرية في البحر الاحمر الجرائم عدة ترتكبها وتستمر في ارتكابها الميليشيا الحوثية لا سيما منذ اعلان الهدنة الاممية نتسأل في هذه الحلقة كيف يمكن قراءة استمرار التحشيد الحوثي لقتال اليمنيين وانتهاكات بحق اليمنيين كيف يمكن الحديث عن السلام مع هذه الميليشيا في الوقت الذي تستمر في انتهاكاتها وكيف يمكن وضع لهذه الانتهاكات لا يفترض أن يكون الحل الأمثل والحل الماثل هو السعادة الدولة وتحرير الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي تسبب بكل هذه الجرائم وكل هذه الانتهاكات أناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا في الستيديو المقدم رشاد المخلافي رئيس شعبات الصحافة العسكرية بدائرة التوجيه المعنوي والمحلل العسكري مرحبا بك معنا في حديث العاشرة عشرة والسهلا إذن مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد هذا التقريض الحوثيون هم الإرهاب ذلك ما يؤمن به اليمنيون الذين يكتوون بنار إجرام الحوثيين وذلك ما يؤكده ويؤيده التوصيف القانوني لما ارتكبته وترتكبه ميليشيا إيران حقائق وتوصيفات انعقدت في ضوئها أولى جلسات المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب لمحاكمة قيادات ميليشيا الحوثي وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن أولى الجلسات العلنية نظرت في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة لمحاكمة 550 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الحوثي ضمن التهم الموجهة للإرهابيين الانضمام لتنظيم ميليشياوي مسلح بزعامة المتهم المحكوم عليه بالإعدام عبد الملك الحوثي التخابر مع دولة إيران الانقلاب المسلح الاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة والاستيلاء على مقراتها والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية تخريب وإطلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام جرائم القتل العمد والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القصري ما شملته القائمة من جرائم تكفي الواحدة منها لتوصيف الحوثيين بالإرهاب ومحاكمتهم بناء على ذلك لكن الحوثيين الذين قاموا بتلك الجرائم وما هو أسوأ ويدوا في بايدن وغيره محامين دافعوا عنهم ودفعوا عنهم وصف الإرهاب وهو ما يرأ الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني وممرات التجارة الدولية جاعلين من مسمى الهدنة الأممية أضحوكة تاريخية إذ لم يترك الحوثيون جريمة إلا ارتكبوها خلال ما تسمى هدنة فهل يدفع كل ذلك المجتمع الدولي والتحالف العربي والشرعية للقيام بتأديب الإرهاب والإرهابيين بيد الجيش الوطني اليمني وليس بيد غيره أم يستمر الآداء الذي يسهم في تغييب الدولة اليمنية ويساهم في تعزيز حضور الميليشية الحوثية الإيرانية شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفي في الستوديو مرحبا بك من جديد نتحدث حول السمرار انتهاكات الميليشية الحوثية السمرار التحشيد السمرار ما تقوم به الميليشية الحوثية في البحر الأحمر من تهديد للملاحة البحرية والتجارة الدولية ما الذي يجعل الميليشية الحوثية تستمر في كل هذه الانتهاكات والجرائم أحييك أخي عدنان كما أحيي مشاهدي قناة سهيل الفضائية واسمح لي ببدء أن أحيي المقاومة الأسطورية التي سطرت حماس كتائب عز الدين القسام في غزة والتي أسقطت تلك المسلمات وغسلت 75 سنة من الهزائم عدى محطة معركة أكتوبر في 73 بقيت تلك المعركة كانت هزائم وتجرعتها الأمة اليوم المقاومة الفلسطينية أسقطت تلك الأسطورة من القوات الراجع من الجيش الذي لا يقهر من أقوى استخبارات في المنطقة والعالم من أقوى دولة فاعلة إقليمياً وهي إسرائيل السقطت تماماً أمام المقاومة الباسلة كما أحيي الشعب الفلسطيني على صموده الأسطورية الذي أعجز كل العالم عن تفسير هذا الصمود الأسطوري للشعب الغزاوي رغم التضحيات الجزيمة عندما نتحدث عن 24 ألف شهيد 60 ألف كريح 8 ألف ما زالوا تحت الأنقاض وهم في عدد الشهداء واسمح لي أيضاً أن أحيي الموقف الأخلاقي الإنساني الذي تجلت به الجمهورية جنوب أفريقيا هذا الموقف الذي أسقط الشرق والغرب بالدعاءاته المزيفة باسم حقوق الإنسان والاتطالة ما تغنى بها وتحديداً الغرب لكنه سقط في غزة وبرزت جنوب أفريقيا كحامل للقضية الإنسانية على مستوى العالم هذه السياسة التي يعني ابتزجت من المبادئ الحقيقية والاتصالية تمثلت بجنوب أفريقيا السؤال طبعاً بالنسبة المليشي الحوثي لم تجد رادعاً على الإطلاق كان هناك تواطئ وكان هناك تخادم دولي بالحفاظ على مليشي الحوثي ولعدنا إلى معركة الحديدة كان الجيش على بعد أربعة كيلو من ميناء الحديدة وكانت الجيش أيضاً على تخوف صنعاء وكانت تسمع في العاصمة صنعاء أصوات الاشتباكات المدافع وكان على مقربة من التحرير العاصمة صنعاء كيف وقفت أمريكا وقلت هذا أكثر من مرة على قناتكم وقلوات أخرى لأنه من خلال المعلومات التي كنا نستقيها كانت أمريكا تضع خطوط حبراء بإسم الكلفة الإنسانية إذا سمر الجيش في الزحف نحو العاصمة صنعاء كذلك في الحديدة تحرك رئيس وزراء بريطانيا وطرحت بريطانيا كل انتقلها لإيقاف المعركة وكذلك وزير الخارجي الأمريكي كانت الزيارات المكوكية باستمرار لإيقاف المعركة حتى أن بريطانيا هددت بأنها ستضرب القوات إن لم تتوقف وهذا كان بإسم الكلفة الإنسانية اليوم الذي تشاده في الحديدة وفي اليمن بشكل عام أكبر كلفة إنسانية تدفعها اليمن نتيجة استمرار السيطرة ليس أزمة الإنسانية فحس بل والسمرار في انتهاكات فضيعة هناك انتهاكات فضيعة على مدر الساعة عندما نتحدث يا أخي إلى اليوم أكثر من 19 ألف يعني مختطف ومخفي قسران وعلى رأسهم السياسي البارس محمد قحطان والذي أماثل بهذا الشخص السياسي الوطني بالمروان البرغوثي في سجون إسرائيل هؤلاء الشخصيتين هناك على فكرة تشبه كبير بين ميليشيا الحوثي وما يقوم به الكيانة الصهيوني إلى حد التطابق وسأسرد لك بعض التشبه الكبير عندما نتحدث عن تفجير أكثر من 900 منزل للمعارضين بشكل نهائي على يد ميليشيا الحوثي في اليمن كل من عارضها ورموز المعارضين ورموز الوطنية تم تفجير منازلهم ونحب ممتلكاتهم أيضا هناك أكثر من 19 ألف مختطف ومخفي قصرا في سجون الميليشيا الحوثي استشهاد أكثر من 300 مختطف تحت التعذيب لعلك شهدت أمس الشهيد المواطن الشاب جميل نعمان يحي عرجان 18 عاما محافظة الحديدة والذي تم اختطافه في منطقة الجلد كان يقوم بتجميع مخلفات البلاستيكية لبيعها لأنه يعود الأسرة تم اختطافه وتعذيبه لأشهر طويلة خرج خلال الأسبوع الماضي طبعا حاولت في المصرفات علاجه لأنه كان هناك تقرحات وجروحات وتقطع أنسيا يا أخي تحت التعذيب نحن أمام ميليشيا إجرامية لا تمتلك أدنى مقومات الأخلاق عندما تحدث اليوم بأن محور المقاومة بأن المقاومة الوطنية المقاومة التحررية في داخل فلسطين يجب أن نلصق هذه القادورات بتلك المقاومة الوطنية التحررية العالمية على الإطلاق يجب أن نلصق هذه القادورات التي تلطخت بدماء المسلمين بدماء العرب عندما نتحدث عن سوريا أكثر من شهيد عندما نتحدث عن سوريا أكثر من 12 نصف السكان مهجر داخليا وغارجيا العراق أيضا اليمن خمسمائة ألف شهيد قتيل إلى الآن وأكثر من ومئة وعشرة الآلاف معاقيد أكثر من نزوح 6 مليون داخلي هذا النزوح القائمي سنشرك معنا في النقاش نتحدث عن انتهاكات الميليشيا الحوثية نتحدث عن قيادات وعناصر من الميليشيا الحوثية مشاهدين الكرام تم القبض عليهم وتم محاكمتهم في المحكمة أو في محكمة المنطقة العسكرية الثالثة بالأمس عقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة جلست محاكمة لعدد من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية ما الذي أسندته إليهم المحكمة من جرائم وانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية هي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جرائم انتهاك حق الطفولة يعني تعذيب وتشريد وتهجير قسري قتل بالقملة تفقير المنازل وتفقيخها اعتقال المناوين جرائم ضد الإنسانية ارتكبت هذه الميليشيات جرائم ضد الإنسانية وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نعم كيف يمكن توصيف هذه الجرائم من الناحية القانونية وهذه الوصفة القانونية لهذه الجرائم هذه الجرائم هي لا تسقط بالتقادم أمام القانون إذا وقدت الدولة ستلاحق هذه العصابة أينما وقدت نعم ما الذي قررته المحكمة من إجراءات من أحكام هل تم التأجيل حدثنا عن ذلك المحكمة قررت التأجيل القلسة لأسباب يرجع أقلت المحكمة القلسة إلى الأسبوع القادم يعني إلى الأحد القادم عادي كما تؤقل أي قلسات من المحكمة إذن شكرا جزيلا للمحامي أمين الخديري وأعود إلى ضيفي في المقدم رشاد المخلافي نتحدث أيضا عن انتهاكات الميليشيا الحوثية التي ربما تساعدت بعد الهدنة الأممية والتي كان يفترض أن تلتزم الميليشيا الحوثية بوقف التحشيد إلى جبهات القتال بل تساعدت أيضا حتى في البحر من خلال ما تقوم به الميليشيا الحوثية من شواغل ونحن نعلم أنها بتوجيهات إيرانية من تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية كيف تقرأ السمرار الميليشيا في كل ما تقوم به من انتهاكات وجرائم وتهديد الملاحة البحرية أنا أبونا سأكمل ما بدأته بالسؤال السابق التشابه أو التطابق الكبير بين الممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين وممارسات الميليشيا الحوثية يعني نحن تحدثنا عن المختطفين تحدثنا هناك أيضا تدمير أكثر من 2500 مدرسة مئة المساجد تم تدميرها أو دور العبادة يعني حصار أكثر من خمسة مليون نسمة في تعزح يرجل حتى إلى وائتة الماء يعني تم وضع القادرات عليها هذه العقلية لا يمكن أن تكون عقلية مقاومة على الإطلاق أو ممكن أن يكون كما يدعو أنهم ضم مساندين لمقاومة الفلسطينية على الإطلاق العقلية الإجرامية القدرة هذه لا يمكن أن نلصق ممارستها بأعظم وأنبل مقاومة تحررية كما يحدث في غزة أيضا حصار تعيس خمسة مليون نسمة يعني خسار أقانق وحاولوا عبر المنفذ الوحيد الذي ما تبقى فرحي ومضني جدا لقطع هذا الشريان بشكل كبير يعني هناك عشرات الهجومات في محاولة لكنهم تصدوا بصمود الجيش الوطني ويقضته واستطاع أن يدحر كثير من الهجمات الاعتداء على المستشفيات أكثر من ثلاثة ألف امرأة تم قتلها قنصا في تعز أكثر من ثلاثة يعني الفين وثمانائة طفل أيضا تم قنصهم في تعز هذا غير الاستهداف المباشر بالقذائف للمستشفيات لمراكز للمدارس للأحياء السكنية والاتراحة ضحيتها على مئات المدنيين نحن نتحدث عن جرائم مهولة أيضا بنسبة لليوم يعني عندما نتحدث منذ 2 أكتوبر 2022 يعني منذ الهدنة غير المعلنة يعني بعد انتهاء الهدنة السابقة بقت الهدنة غير المعلنة نحن نتحدث عن 650 هجوم سواء كان مباشر بأمواج بشرية هذا من الثاني من أكتوبر 2022 من الثاني من أكتوبر 2022 وحتى ربما ما قبل شهر يعني أنا لا نتحدث عن الهجومة الأخيرة 650 هجوم سواء كان عبر المباشر عبر أمواج بشرية وهذا ما حصل في العديد من محاور وجبات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية والشمالية الغربية أيضا بشكل كبير يعني هذا إضافة إلى الهجمات عبر المسيارات وكذلك في تعز وكذلك في الحد الشمالي في صعدة يعني كانت أيضا في الضالع في العديدة كانت محاولات هجومية مستمدة من قبل الميليشيات خلال ما يسمى الهدن وخلال تلك المنحة التي تعطى للميليشيات الحوثية نحن اليوم عندما نتحدث عن مبادرة السلام وعن أن تتمنح الميليشيات الحوثية ولا يمكن أن تدخل إلى البنود الحقيقية اللي هي العملية السياسية كل ما يحدث كل ما مرت من فترة أن تعطى الميليشيات منح مجانية من قبل الغرب يعني بتواطئ واضح لاستمرار الميليشيات فتح مطار الحديدة يعني ميناء الحديدة فتح مطار صنعاء يعطت كل التسئيلات الأسلحة التي تدخل إلى الميليشية بالكميات مهولة يعني نتحدث عن صوارق باليستية نتحدث حتى عن قوارب مسيرة نتحدث عن معدات ورش تصنيع التي قدمت من إيران نتحدث عن مئات من الخبراء الإيرانيين من حزب الله كان هذا بنظر الغرب يجب أن نكون واضحين كانت بريطانيا هي التي تشرف على ميناء الحديدة ميناء الحديدة أصبح شريان رئيسي أستطيع أن أقول لك أن إيران هو يعني الخط الرئيسي الذي يربط إيران بالميليشية الحوثية مباشر وبأفضر الغرب بدون أي اعتراض هذه الانتهاكات التي تستمر في الميليشية الحوثية وتحشيدها للقتال ومثلما أشرت قرابة ستمائة وخمسين يعني حشد لعدة جبهات هجوب هجوب كان هجوب سواء بمجاميع أو بحالة تسلولية أو بالمدافع أكثر من سنة ونصف ألا يثبت ذلك أن الميليشية الحوثية لا تابه بهدنة معلنة ولا بهدنة غير معلنة ولا بأي عملية سلام ولا بخريطة طريق وما إلى ذلك من هذا الحديث الذي يتم تداوله والميليشية الحوثية بعيدة كل البعد عن ذلك هذه الانتهاكات ألا تثبت عكس ذلك؟ يخي حتى خارطة الطريقة الأخيرة هي تسويق للواهب يعد إلى تاريخ الميليشية أكثر 183 اتفاق محلي كان من دماج وصولا إلى صنعاء إلى اجتياح المحافظات هناك اتفاقات على المساوى المحلي اتفاقات مع الدولة بدءا بالسلم والشراكة إلى مشاورات الكويت إلى جنف واحد و جنف اثنين إلى ستوكولب ما الذي نفذته الميليشية حتى هذه اللحظة؟ يعني كل ما حصل أنها تجني كل تلك الثمار بتواطئ غربي بضغط غربي الضغط الغربي كان موجهة إما إلى الشرعي أو إلى التعالف الميليشية يعني يعطى لها كل الضوء الأخضر ومن خلفها إيران نجب أن اليوم نتحدث عن إيران يعني إيران هي المسيطرة وهي التي تسير الأمور في المحافظات التي تقعت الساء المحتلة من قبل ميليشيا الحوطي اليوم ما يجري في البحر من الحديدة موانع الحديدة الثلاثة وزبيد والمناطق المتاخبة لها أصبحت إبارة عن قواعد أسكرية بحرية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس من يطلق الصواريخ الباليستية هم خبراء إيرانيين وهذا معروف وأيضا المسيارات نحن نعرف إمكانيات الميليشية تماما اليوم مناطقنا أصبحت محتلة والغرب هو يدرك ذلك تماما لبدليل ما الذي غير نظرة الدول الخلية العربية لأمريكا وأنت تعرف مدى حجم الشراكة أو حجم المصالح المشتركة بين الأمريكيين والقليجيين وهي مصالح مهولة إسمع لي هذه النقطة لكي يكون المواطن اليمن يعني يحاول أن يتساءل من الذي جعل أمريكا تتمسك بميليشيا الحوطي وتتمسك بإيران وتضغط على التحلف حتى وصلت إلى مرحلة أن العلاية المتعدة الأمريكية وبيدن أعلن وقف يعني بيع السلاح لسعودية طبعا عندما نتحدث عن سعودية والدول الخليج مع أمريكا مصالح مصالح فقمة جدا وأمريكا لا تنطلق من سياستها من قيم أو مبادئ وإنها مصالح فقط لذلك انظر ما الذي يحصل في فلسطين يعني إذن اسفحي سأعود لك ولكن سنذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل ومن ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة من حديث العاشر نتحدث فيها عن استمرار انتهاكات الميليشيا الحوطية وتحشيدها لقتال اليمنيين وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشر نناقش في هذه الحلقة الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيا الحوطية تحشيدها لقتال اليمنيين والتهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر ورحب من جديد بضيفنا في الاستوديو المقدم رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بدائرة التوجيه المعنوي مرحبا بك من جديد نتحدث ايضا عن هذه الانتهاكات مثل ما سمعنا قبل قليل في المحوال الاول تحدث ضيفنا عبر الهاتف امين الخديري فيما يتعلق بالمحاكمة لقيادات وعناصر من الميليشيا الحوطية نتحدث انه ما المسؤولية القانونية التي يتحملها قيادات الميليشيا الحوطية الضالعون في انتهاكات كثيرة بحق اليمنين طيلة سنوات الانقلاب هناك مسؤولية قانونية كبيرة تحملها هناك جرائم جسيمة توصل الى جرائم حرب وجرائم غد الإنسانية مورسة مقبل قيادات ميليشيا الحوطية نحن نتحدث عن آلاف القتلى نحن نتحدث ضحايا نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الضحايا نحن نتحدث عن نهب آلاف المتلكات نحن نتحدث عن تدمير بنية تحتية لدولة بأكملها نحن نتحدث عن نهب المال العام نحن نتحدث عن مصادرة الأمال الخاصة ومفتلكات الخاصة نحن نتحدث عن آلاف الذين زجوا بها بالسجون نحن نتحدث عن الإعدام غير القانوني على يد الميليشيا الحوثي نحن نتحدث عن القتلى العمد نتحدث أيضا عن محاربة الدولة نتحدث اليوم البلد على يعني تتعرض إلى كارثة التفكك نتيجة الإنقلاب الحوثي هناك جرائم جرائم مؤولة يعني كلها تصل حد الإعدام يعني كلها جرائم قيانة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية انتكبتها الميليشيا الحوثي العمالة والقيانة اليوم إيران تتحكم في العاصمة الرابعة صنعاء وأن تتعرف التصريحات السابقة عندما قالوا وتبجح الإيرانيون في طهران سواء كانت قيادات من الحوزات الدينية أو السياسيين أو العسكريين الحالة السبطورية أسقطنا العاصمة الرابعة صنعاء طبعا هؤلاء أدوات رخيصة وخونا سلموا البلاد إلى إيران اليوم أصبحت المناطق التي تقفع لسيطرة ميليشيا الحوثي مجال حيوي إيراني اليوم البحر الأحمر أصبح مجال حيوي إيراني بالنسبة لإيران وصرحوا أكثر من مسؤول كان آخرهم وزير الدفاع الذي قال البحر الأحمر أصبح مجال حيوي لإيران يعني ولن نسمح يعني بهذا الوقاحة البحر الأحمر عربي بابتياز يعني عندما نتحدث عادة إيرتريا أو جزء بسيط من الكيان الصوهيوني بقيل ثمان دول ست دول عربية مصر اليمن المملكة العربية السعودية الأردن السودان الصومال بحر عربي بابتياز ما دخل إيران في البحر الأحمر والعلمة هذه اليوم لأنه إيران كانت تطمح الإمبراطورية الفرسية الوصول إلى البحر الأحمر البحر الأحمر يمثله من أهمية استراتيجية عالمية على المستوى الاقتصادي على المستوى العسكري على المستوى الأمني على المستوى يعني على كل المستوى الصعدة البحر الأحمر يتوسط العالم البحر الأحمر اليوم يربط ثلاث القرات القديمة آسيا أوروبا أفريقيا البحر الأحمر اليوم يعتبر 7 مليون ونص برميل نفط يوميا البحر الأحمر تمر من خلاله 21 ألف سفينة سنويا بما يعادل 14 إلى 15 في المئة من حجم التجارة العالمية البحر الأحمر مكز محوري يتحكم بمصير العالم عندما تحدث اليوم انظر ما الذي يحصل إيران تعبث في البحر الأحمر يجب أن لا نربط ذلك بالمقاومة التحررية المقدسة التي تخوضها وبقية الفصائل المقاومة الفلسطينية على الإطلاق هناك اليوم أوراق أرباء اليمن اليوم البحر الأحمر أصبح ورقة رابحة بنسبة لإيران إيران لو أرادت أو ما يسمى بنحور المقاومة كان بمكان أن تحرق إسرائيل بعد سرعة أكتوبر عن جنوب لبنان أو في البولان من سوريا وهي على مربع حجر والصواريق قادرة على أن تشعل كل مدن إسرائيل نعم ونحن نتحدث اليوم عن الانتهاكات الحوثية ومن ورائها إيران نتحدث عن الانتهاكات تطال الأرض والإنسان الشجر والحجر البر والبحر أيضا لذلك يعني كيف يمكن يعني رفع دعوى قضائية دولية ضد هذه الميليشيا التي تنتهك الأرض والإنسان ومثلما أشهدنا البر والبحر لم تترك حجرا ولا شجرا حظ الملف كان يجب أن يحرك مهما كانت الغطاء الدولي أنا نعرف أن هناك غطاء أمريكي غطاء بريطاني غير أنها أدوات أحد الأذرع الرئيسية اليوم في المنطقة عندما نتحدث يعني ربما سأتوسع في المخطأ مهمة جدا نحن نتحدث عن دول الشمال الأفريقية اليوم ليبيا فككت اليوم السودان فككت اليوم مصر معرضة لخنقها سواء عن طريق تفكير السودان يعني وتفكيك السودان وهذا يضر بالأمن القومي المصري أو خنقها عبر ميناء عبر سد النهضة واليوم أيضا برنامج ثاني اللي هو قناة من بريطاني التي تحاول إسرائيل يعني مصر تخنق من الداء بشكل يعني تدريجيا يعني خطوة خطوة بعدما دمرت السودان اليوم اليوم خرجت عن الجاهزية نتيجة الغلاب ميليشيا الحوثي ونتيجة المشاريع التفكيك والذي تعد الميليشيا الحوثي رأس حربة فيه اليوم هناك خلق صراع بين القزائر والمغرب العربي وأيضا من الداخل هناك موادر حركات يعني لتفكيك هذه البلدان هناك مخاطر كبيرة اليوم من يحاصر هي المملكة العربية السعودية وإيران تحاول أن تلف الحبل على المملكة العربية السعودية بأن نكون واضحين أبقى مع المملكة العربية السعودية ومصر وهؤلاء ليبقى وإيران مكلفة أيضا في هذا الموضوع وخاصة في الدول القليل مكلفة في تفكيك المملكة العربية السعودية بضوء أقدر دعم أمريكي يعني نتحدث هناك ملفات ربما تتعارض مصالحها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ربما طموحها النووي وإمبراطوريتها التي تريد أن تطغي أيضا على إسرائيل وهناك ملفات يتفقون فيها بشكل كبير جدا ومن تحت الطاولة ربما هناك خطط اليوم الخطط تحاق على المملكة العربية السعودية كأحد الكيانات الكبيرة التي تبقية في المنطقة العربية بعد إضعاف مصر اقتصاديا هناك مؤامرة كبيرة والميليشيا الحوثي رأس حربة في هذا المجال عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي كما قلت هناك ملفات قانونية يجب أن ترفع على هذه وتأخرت يجب أن تقدم للمحاكمة الدولية سواء في سجونها الأسرية والتعذيب سواء في القتل تحت التعذيب سواء اليوم نحن نتحدث عن أسوأ إزمة إنسانية بشهادة كل العالم تشهاد اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي هناك جرائم إبادة هناك جرائم كما قلت نهب للممتلكات العامة مصادرة الأموال الخاصة متابعة المعارضين لا صوت يعلو هل عندما يتحدث عن خارطة طريق خارطة طريق عن ماذا وبدايتها هي الجانب الإنساني منذ تسع سنوات ولا هل نتحدث عن الجانب الإنساني وعبارة عن منعه رغم حجم المأساة الإنسانية في المناء في اليمن لكنها عبارة عن تعطى منع لميليشيا الحوثي بفاتح ميناء الحديدة والآن سيتم توسيع هذا أيضا في مطر صنعاء وسيتم توسيع الرحلات كل هذا يخدم إيران ويخدم المشروع الإيراني ويخنق المملكة العربية السعودية اليوم عندما نتحدث من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى البحر الأحمر إذن المملكة العربية السعودية تخنق بشكل كبير نعم اسمحين ونحن نتحدث عن هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المناشة الحوثية والتحشيد في الجبهات ورفض عملية السلام يعني معنا عبر أو نصطيف العقيد عبد الباصط البحر نائب رئيس شعبات التوجيه المعنوبي محور تعز والمتحدث باسم محور تعز التحدث كيف يمكن الحديث عن السلام في ظل السمرار التحشيد حياك الله الكريم تحيا لك وتحيا عبرك للمشاهدين وأيضا للضيوف الكرام وتحيا أيضا للأبطال الميامين في كل القبهات وكل الميادين كيف يمكن يعني قراءة السمرار الميليشية الحوثية في تحشيدها لقتال اليمنيين بالنسبة لإستمرار التحشيد الحوثي لقتال اليمنيين طبعا هناك تصعيد غير عادي في الأعمال العدائية والأعمال القتالية على كافة محاور القتال وفي كافة محيط تعز وأيضا إلى محاور الحديدة والظالع ومعرب وغيرها من النقاط الساخنة في القمهورية الميليشية الحوثية واضح تماما أنها ليست في وارد السلام حديثة عن السلام هو مقرد يعني تسويق ودعائي وإعلامي لا أكثر الحقيقة أن هذه الميليشيات هي تتغذى وتعيش على الحروب وعلى الدماء وعلى القاتل لا يوجد لديها أي مشروعية لا مشروعية سياسية ولا شعبية ولا مشروعية إنجازات ولا خدمات مشروعيتها هو البندقية وهو القتل والدمار إذا تخلت عن السلاح أو في الأوضاع الطبيعية أوضاع الاستقرار أوضاع السلام تموت وتنتهي هذه الميليشيات وبالتالي هي تدرك ذلك جيدا وأنه حتى إذا انتهت هذه الحرف ستفتح حروف جديدة أنت لاحظ يعني فتحت حروب داخلية في اليمن ثم أنها فتحت حرب واستدعت الأقليم ثم الآن تفتح حرب دولية وتستدعي العالم كله إلى البحر الأحمر وإلى الممرات الدولية فهذه الميليشيات ولا تكره أيضا أن تفتح حرب رابعة وخامسة هي تعيش على الحروب وعلى الدماء والدمار والخراب وتموت في الأوضاع الطبيعية تستغل الميليشيات الأوضاع غير الطبيعية في جني الأرباح وجني ثمار لا هم مصلحة الشعب ولا هم مصلحة اليمنيين ولا مصلحة أبناء اليمن ما يهمها في الأخير مصالح السلالة والميليشية وهذه مصالحها في الحرب وفي القتل وفي الدماء والدمار وفي النهب والسلب والمصادرة والاستباحة لممتلكات ومنازل الخصوم نعم كيف أيضا يمكن الحديث مع الميليشية الحوثية عن السلام وهي ترتكب كل هذه الانتهاكات وهي تهدد الملاحة البحرية وهي تحشد للقتال وهي يعني ترتكب أفضل الانتهاكات بحق اليمنيين من أحكام إعدام وإلى آخر ذلك أنا أقرأ تحشيدا للميليشيات واستمرارها في التحشيد أنها يعني غير قادة في كل الدعوات ولا متعاطية مع دعوات السلام وليست في وارد السلام ولا انتفن بشروطها للدولة والمجتمع الدولي وللإقليم أبدا كما لم تفي في الحروب السبتة السابقة وكما لم تفي في كل المعاهدة والاتفاقية السابقة بل تستمر في الولوغ يعني الولوغ في الدماء اليمنيين وبالتالي ستستمر هذه الميليشيات في قرائمها في عدوانها في تصعيدها ضد أبناء اليمن ولن تخضع للسلام ولن يعني ولابد لابد من الخيار العسكري والحسم العسكري ولابد من الانتصار الميداني ولابد من كسر هذه الميليشيات عسكريا وحشر هذه الميليشيات في القبال والزوايا الصعبة ولابد من استعادة الدولة واستعادة المحافظات واستعادة وخاصة استعادة العاصمة صنعاء واستعادة الحديدة هذه أمور مهمة ولابد من كسر الحصار القائر على تعز ولابد من فتح جميع المعابر إلى المدن والمحافظات بهذه الطريقة ستنتهي وتتلاشى هذه الميليشيات وسيتمكن اليمنيون من بناء دولة قديدة حديثة وأيضا طبعا هذه الميليشيات عودتها إلى أن تصبح مكون من المكونات الاجتماعية أو المكونات اليمنية مكونات المجتمع اليمني نحن لا نريد القضاء على سلاح هذه الميليشيات التي تستخدمها في القتل والبطش وتستخدمها في انتهاك الحرومات وانتهاك الحقوق وانتهاك واستباحة الأموال والأعراض هذا الذي نحن ضده أما هذه الميليشيات كفكر وكطائفة وكمجتمع وكأقلية لا مانعا أن تعيش كحزب سياسي كقوة اجتماعية كموجودة شأنها لها حقوقها والدولة حامية وحاضنة وكافلة لكل الحقوق والحريات وبالتالي لا مانعا أن يعيشوا مثل بقية اليمنيين لهم الحقوق والواجبات التي لسائر اليمنيين تحت سقف المواطنة المتساوية والعدالة وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات هذا المطلوب نعم يعني ما الذي يمكن أن يضع حد لهذه الانتهاكات نتحدث عن أهمية استكمال تحرير معركة سعادة الدولة وتحرير الجمهورية أخي الكريم أما كيف يمكن وضع حد الانتهاكات الميليشيات الحوتية ولإنهاء التمرد المسلح والعصيان المسلح والخروج على الدولة خروجاً مسلحاً واستخدام يعني أساليب الميليشيات والعصابات المسلحة تنتهاك خصوصيات المواطنين وحرماتهم وأموالهم واستباحة أعراضهم وأموالهم ولابد من العمل على استعادة الدولة بكل الوسائل بكل الطرق لابد من يعني لابد من العمل العسكري لابد من دعم الخيار العسكري لابد من دعم الجيش والأمن لابد من رعاية الجيش والأمن الأمل هو بالله أولاً ثم بالرغال الأبطال ثم بالجيش المنتشر في كل مكان هذا الجيش هو الرهان عليه الرهان على الجيش وعلى الأمن وعلى المقاومة الشعبية هؤلاء الأبطال هم من سيفرض السلام وهم من سيحقق الاستقرار وهم من سيستعيد الدولة وسيستعيد خدمات الدولة ومقدراتها فرهاناً اليوم على الأبطال على أبطال الجيش ويجب على الدولة ويجب على القيادة السياسية والعسكرية أن توفر كل الإمكانيات المطلوبة لهؤلاء الأبطال وأن توفر لهم يعني ولو الحد ضروري من متطلبات المعركة ومن التشريع ومن المرتبات ومن علاقة القرحة ومن التأمين الطبي وتغذية والوقود وغيرها يجب تأمين وتوفير كل الاستحقاقات المادية والمعنوية والتأهيل والتدريب والترقيات وصرف مرتبات المنظمين وغيرها لابد من استكمال بناء المؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية واستكمال بناء الجيش الوطني المعترب به دولياً الجيش الرسمي الجيش القادر على حماية الوطن والذود عن سيادته وحماية المواطن وحقوقه ومكتسباته والسعادة الدولة والجمهورية والسعادة الخدمات والمرتبات والقضاء على كل العصابات المسلحة وعلى الميليشيات وداعميها الإيرانيين وغيرهم إذن شكراً جزيلاً للعقيد عبدالباسط البحر نائب رئيس شعبات التوجيه المعنوي في محور تعز وأعود إلى ضيفي في الأستدو المقدم رشاد المخلافي يعني الآن في ظل التصعيد في البحر الأحمر وما تقوم به الميليشيا الحوثية من هذه الشواغ الأمنية التي تداعيتها على الأمن اليمني واضحة سواء على مدى القريب أو المتوسط أو البعيد كيف ينظر المجتمع الدولي هذه التهديدات المستمرة للملاحة البحرية من قبل الميليشيا الحوثية وهو الذي أبقى على هذه الميليشيا الحوثية وسهم في بقائها من خلال عدم تطبيق القرارات الأممية ومن خلال التواطئ مع هذه الميليشيا من خلال كما أشرت المنع تحرير المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية من الخاسر من خلال هذه الأعمالية لو كانت الهدف منها إسرائيل أعتقد أنه إسرائيل موجودة في إرتيريا هناك قاعدة بحرية إسرائيلية في ميناء دهلك الإرتيريا على بعد عشرات الأميال بالإمكان وبسهولة جدا ويسر استهدافه بالصواريخ الباليستية والمسيرات بل حتى أن تقام حملة عسكرية إذا كان عندهم استطاع عبر القوارب البدائية هذه وبالإمكان استهداف القاعدة العسكرية الإسرائيلية في إرتيريا لكن من اليوم من المتضرر الكبير والخاسر الأكبر الخاسر الأكبر هو المواطن العربي ودول المشاطئة البحر الأعمار والمنطقة العربية برمتها لأن هناك تكلفة كبيرة هناك أكثر اليوم زيادة المضاعفة في أسعار السلع نتيجة مضاعفة النقل أكثر من 173% إلى 65% هذا إذا كانت تتجارة بين أسيا مثلا وشمال أوروبا أو بين أمريكا وأفريقيا وبالشكل هذا هناك اليوم مضاعفة كبيرة وهذا يتحملها المواطن العربي لأن المواطن وبالذات في الموادر الغذائية المواطن العربي أكثر استيرادا للموادر الغذائية في مصر في دول الخليج في الأردن في سوريا في العراق في اليمن في السودان هذه كارثة يعني ويدفع ثمنها المواطن العربي أيضا إلى ذلك أن مصر قاسرات ما يقرب من 45% من حجم الداخل لقناة السويس بعد الخفض دخول السفن خفضت داخل قناة السويس وقناة السويس مصدر رئيسي بالنسبة للشعب المصري رغم الاقتصاد الذي يعاني بشكل كبير الاقتصاد المصري هذا أساهم في إضعاف الاقتصاد المصري دعنا نعود للانتهاكات الحوثي والتهديدات في البحر الأحمر كيف يفترض أن يتعاطى مع المجتمع الدولي الآن هي تضر حتى يعني بسفن النقل نتحدث عن 18 شركة بدأت تنقل عالمية عالمية تنقل عبر الرأس الرجاء الصالح وهذه الانتهاكات أو هذا التصعيد متسبب به الملشة الحوثية التي كما أشرنا ونعيد ونكرر التي أبقى عليها المجتمع الدولي ولا لما حصل ما حصل على فكرة البحر الأحمر وعندما نتحدث عن المضائق قرب باب المد هذه بالإمكان حتى عصابات بسيطة تسبب قلاقة كبيرة ولعلك شهدت خلال العقد الماضي يعني الصومانيين العصابات الصومانية عندما كان الغرض منه للسرقة كيف سببت إرهاق كبير وإشكالية كبيرة في الملاحة الدولية في البحر الأحمر نتيجة القرصنة في تلك الفترة وكانت تحقق أيضا مشاكل وتجني أرباح من خلال القرصنة على السفن التجارية أفهم بلك بميليشيا الحوثية تبتلك الصواريخ البليستية أيضا إلى جانب القبراء الإيرانيين هناك جيش إيراني أصبحت مديدة الحديدة وموانيها قاعدة بحرية للحرس الثولي الإيراني كما قلت لك لأنها قاعدة لأنها ورقة أصبحت اليمن ورقة أهم أوراق إيران سواء كان بالضغط للحصول على مكاسب في تفاوضها على ملفها النوي أو من خلال مشروع تقسيم المنطقة أصبحت المنطقة العربية للأسف الشديد اليوم حتى صراع صراع إسرائيلي إيراني على النفوذ في هذه المنطقة ونحن للأسف الشديد يعني المنطقة العربية أصبحت مفعول به في ظل غياب النظام العربي القادر على حماية الأبنى القوم العربي وانت تعرف بعد خسرتنا العراق يعني الذي كان اعتبر الجيش الرابع والذي استطاع أن يقف حجر عثراء وأن يصد الأطبع الإيرانية التوسعية إبراطورية الإيرانية التوسعية كذلك استطاع أن يهدد إسرائيل لذلك تم ضربه وتب محول العراق من الخارطة بينما إيران شوف الدلال لأن إيران تقدم خدمات كبيرة إيران وأذرعها للغرب ما لم يستطع الغرب أن يعمله خلال الاستعمار لمائة سنة وبعضها مائة وثلاثين سنة وتفكيك تفكيك الكل الصربة والشعبية عبر إنشاء ميليشيات يعني وخلق صراعات داخل المجتمعات لنحن لا نتحدث عن الدول حتى المجتمعات تم تفكيكها وهذا لم تستطع له القوى الغربية الاستعمارية الامبريالية التي ظلت لعشرات السنوات وهي ثمى على صدور هذه في حقبة الاستعمار لكن إيران بسهولة وبدعم غربي وبتيسين كل ما قدم لها من تسهير من الغرب أمريكا وبريطانيا استطعت أن تنفذ هذا المشروع اليوم تم القضاء على أكبر دول أربع دول محورية عندما نتحدث عن العراق عن سوريا نتحدث عن انتهاكات الميليشيا الحوثية وهذا التصعيد الحوثي وهذا الرفض الحوثي لعملية السلام منذ إعلان الهدنة ومنذ ما قبل ذلك نتحدث كيف يجب أن يتعاطى مجلس القيادة الرئاسي المسؤول عن جميع اليمنين مع هذه الانتهاكات ومع هذا التصعيد الحوثي ومع هذه التهديدات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في البحر الأحمر دور مجلس القيادة والحكومة على مجلس القيادة أن يستعيد قراره السياسي والعسكري لا يمكن أن تحدث عن ميليشيا هل أنت قادر يعني هل ميليشيا فعلا قادرة على أن تغير أي دولوجيتها بمعنى أن الشعب اليمني عبارة عن الرعاع وخدم وهم أبناء الله المختارين الحق الإلهي في الحكم والسلطة لا يمكن لأي يمني أن يتجرأ أو يفكر بأن يصل إلى أي مصب أو إلى السلطة السلطة والمال والقرار وهذا بيد الميليشيا الحوثي فهي مفوضة من السماء وهم أبناء الله هل أنت قادر على أن تغير هذه الفكرة هل الميليشيا الحوثي أيضا قادرة على يعني هل أنت قادر على أن تسحب أن تقنع ميليشيا الحوثي بتسليم من أسلحتها الثقيلة إلى جيش الدولة إلى الجيش وتتحول إلى حزب السياسي هل الميليشيا قادرة على أن تتوقف عن القبايات المستبرة التي أثقلت كأهل الشعب يعني وقلت المليارات اليوم نتحدث عن إمبراطوريات كبيرة وحسب يعني عبد السلام فليتا يدير أكبر الشركات النفطية وتجارية في عمان وفي دبي قبل أن نختم هل اسمعني لا يمكن إلا بخيارين أن تتقه بمسارين مسار القانوني والمسار العسكري اللي حسب المسألة مع ميليشيا الحوثي دون ذلك فنحن سنظل نبيع الوهم الغرب بعلنا الوهم خلال تسع سنوات وما هي النتيجة النتيجة الحل العسكري الحل العسكري هو الحل والسعادة الصنعاء والسعادة الصنعاء والقيش الوطني وأنا أقول لك يعني بأمانة أنت تعرف خلال عام يعني 21 و22 وحتى شهر 23 بعد يعني ما قبل إعلان الهدلة ما الذي حصل خسرت الميليشيا أكثر من 60 ألف قتيل في جبهات مأرب وكانت مأرب عبارة عن هدف استراتيجي قومي بالنسبة لإيران لأنه خضوع مأرب معناته خضوع الجنوب والجزيرة العربية والتفرغ للمملكة العربية السعودية مأرب وقفت حجر عثراء أمام هذا المشروع وأسقطته على أسوارها شكرا جزيلا للمقدم رشاد المقلافي رئيس شعبة السحافة العسكرية بدائرة التوجيه المعلومي شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة